مرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة بالي ماسك ان كيفما تعودت في كل يوم معنا اخبار واحداث جديدة متنوعة بوم وضع اليوم مش نحكيه فيه على فادي هشم الدكتور اسنين اللي هو زوج ننسى عجرم بش نفكروكم فما برشا ما يعرفوش فما برش ننسى والحكاية انه في العام الفارت اقتل شكور في داره معنتها قال انه دفاع عن نفسه وهذا الشاب سوري قال ادخل لداري وحب يصرق لي داري وحب يعتدي على صغيراتي وعلى زوجتي وطلب من زوجتي انها تخرج ولا بش يقتلها وكان رافع سلاح وقال بديه هو في القصف المسدس هذيك عليش هو خاف ووتوماتيك ما وردت فعل بش يدفع على روحه ويجهو كيف كيف بيطلق ناري لكن طلق ناري من فادي هشم تثبت في قتل شخص هذا اللي هو شاب سوري بوهم يقالوا ما نعرفوش وسيرقوا لكن بعض المواقع كشفت انهم يعرفوه وانهم على علاقة خاصة انه صور ننسى عجرم معاها معانتها فان بي هيختم معاها ما نعرفوش لحكاية بضبط شنوة لكن تسبب هذا في قتل واليوم حكم على زوج ننسى عجرم بعشرين سنة حبس كشفت وسائل اعلم لبنانية ان قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان قولا منصور اصدر قرار الظني بحق زوج ننسى عجرم والذي يقاضي بادانته بجناية القتل واشارت التقارير الى ان قاضي التحقيق ادانا دكتور فيدي الهشم بجناية القتل وفقا للمادة 547 معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 سنة واحيل الملف الى المحكمة الجنائية تنسى المادة 547 انه من قتل انسانا قصدا ويقبل بالاشغال الشيقة من 15 الى 20 سنة تكون العقوبة من 20 سنة الى 25 سنة اذا ارتكب فعل القتل احد الزوجين لدى الاخر واوضح جابي محامي فيدي الهشم على قرار المحكمة انهم كانوا يتوقعون حكما بالدفاع عن النفس المشروط لكنه جاء بعقوبة 23 سنة معطوفة على مادة ثانية اثناء العقاب وقانونيا الحكمان يؤديني الى نفس النتيجة وهي اللاعقاب واذا قمنا بقراءة المادة المعطوفة عليها القرار تتتابق مع ما قاله فيدي في التحقيقات ويشاروا الى انقاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقول استمع سابقا الى زوج نانسي عجرم المدعي عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى فيما قالت محمد اهل القتل ان هاشم والموسى اجري عدة اتصالات ببعضهم البعض قبل الواقعة معدها فهم حكاية فهم ان في الموضوع يخدمهم بعضهم قتلوش على خدمة قتل العالم ولا الله